أنتو تعرف الرئاسات كل رئاسة تعادل أربع وزارات برواتبها يعني هذا حتى كل رئاسة؟ نعم كل رئاسة من الرئاسات تعادل أربع وزارات برواتبها وعدد موظفيها هو أقل أنا ليش أجي أخلق حالة من الغبن المجتمعي بين موظفي الدولة؟ فوارق طبقية ليش هاي الفوارق أنا أخلقها؟ ليش اليوم الموظف وأخي أنا ما أركض وراء أحد لكن احنا نبحث عن مبدأ العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة ليش أنا اليوم عندي موظف في وزارة البيئة في وزارة الزراعة في هذه الوزارات اللي ما بها أصلا مخصصات وموظف آخر في وزارة أخرى أو في الرئاسات يتقاضى أربع أو خمس أضعاف هذا الموظف الموظف ذاك يستلم قطعة أرض هذا الموظف إلى أن يموت هو ما عنده ملك هذا مبدأ غياب العدالة من غياب العدالة الاجتماعية بين موظفي الدولة نعود إلى الموازنة من موازنة ثلاثية لثلاث سنوات بمئة وسبعة وتسعين تريليون خصصة تقريبا ثلاثة بالمئة يعني أربعة تريليون للبرنامج الحكومي للسيد السوداني اللي على أساسه الشعب هدئ أوسكة وصار شهر عسل ويابا بس صبرولة سويكم بس تطع الموازنة جيجي قطار بغداد المعلق وتجي الأولوية للكهرباء والأولوية للصحة والأولوية لمشروع الغاز زين هذا تقييد برأيك لحكومة السوداني تقليم لأجنحته أم أنه هذا معروف كلش وكل ما تحدثوا به وللاستيلاك الإعلامي أياس أساس الاقتصاد هو الزراعة والصناعة الزراعة والصناعة هي أساس الاقتصاد يعني أحطيك مثال من ضمن القروض والاقتراض من البنك الدولي لتمويل مشاريع الوزارات والمحافظات أربعمية وثمنتعش أربعمية وثمنتعش مليون دولار من هاي الأربعة أربعمية وثمنتعش وزارة التربية اللي هي أساس بناء المجتمع إذا تريد مجتمع متطور اهتم بالتربية إذا تريد مجتمع راقي اهتم بالتعليم العالي التربية حصتها من الأربعمية وثمنتعش خمسة خمسة بالمية خمسة مليون خمسة مليون اي يعني تطلع تقريبا واحد بوينت اثنين بالمية هاي المجتمعات اللي تتطور بالتربية شوف الولايات المتحدة من الاتحاد السوفيتي وصل للفضاء الخارجي حولوا ثمانين بالمية من ميزانيتهم للقطاع التربوي خلالها سنوات قليلة صعدوا للفضاء هاي الدول اللي تحترموا التعليم الدول اللي تريد تطور تحترم شعبها تحترم شعوبها المعلم هو الأساس المعلم والعملية التعليمية هي الأساس التربية حصتها خمسة مليون ومن خلال الطلاع التعليم العالي ما إلى حصة ما شفت حصة أنا والزراعة هي ماكو حصة والزراعة اللي هي أساس اقتصاد البلد اللي احنا المفروض احنا اليوم نطور الزراعة ونطور الصناعة ونتحرك على دول الجوار على ايران و تركيا الطونة اطلقوا المياه نتخلونا فيها هذه الأزمة 10 مليون 10 مليون 10 مليون مو بالمئة هاي بالمئة كبيرة 10 مليون زين أنت يا أخي وفق هذا هذا أرجع إلى سؤالي السيد السوداني أول ما أجي يمكن البرنامج الحكومي المالته كأعداد أوراق أكثر من الموازنة موازنة من 29 صفحة 29 صفحة إذا تريد سوي موازنة البرنامج الحكومي أكثر من الموازنة إياس إذا تريد سوي موازنة 100 يمكن أكثر من 29 صفحة تاخذ يعني موازنة المشكلة أنه شون رح يقدر السيد السوداني عمومية ما بيهتباصيل يفي بوعودة للشعب اللي يقطع لهم هذا الوعد ما أعتقد يعني إحنا كنا نتمنى أنه الرجل ينجح لأن نجاحه هو نجاح للعراق نجاحه هو قضاء على الأزمات وبالتالي تنعكس على المواطن العراقي وفق هذه الميزانية يعني ما طلعنا على مشاريع استراتيجية مشروع القطار المعلق المترو الغير هم مشاريع استراتيجية كبيرة واشتناها بالموازنة بأربعة تريليون شير جيش الطرق الطرق والجسور زي أنا هاي حيقول لتك الأربعة تريليون بس في بغداد النقاط اللي حددها السيد السوداني أكثر من 15 منطقة يجب أن تفك عنها الاختناقات والازدحامات وأسوي طرق وجسور وأنفاق جسور وأنفاق وقطار معلق مترو وغيره وغيره هل ثلاث سنوات ثلاث سنوات من يوم منها رايح منشآت ثابتة يعني ما لأ وتكملت مشاريع مشآت ثابتة وإكمال مشاريع سابقة وغيره وديون